تمشكلت في العمل على اثر مشاكل في العمل ويقول وانا على الحق الحق ما عندي مجاملة ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي يقول صارت بيني وبين مديري العام كابرة المشكلة كابرة المشكلة وهو في شركة يقول ما اخر شي فنشوه اي اللي ما اعرف المصطلح هذا صلوح من العمل يقول لي والله هنومور ما هيب بالحيل ماديا يعني اخيز زفت مو بزفت لا فوقها شوي عندي طف سد راه من في البنك ولا هيب واجد يقول موتري عندي ومستاجر وعندي عيال وحرمة يقول سكت من ثاني يوم انا ادور وظيفة ادور عمل ما لقيت عشرين يوم انا مغير ابتري ما ادور فيها الشركات والجهد وما خلت شي ابي اي شي ما لقيت يقول يوم قاني راعي البيت كان سدد الاجار اعطيك اجار انا وشاكل انا اصلا عندي ما يكفي اجارك لا ابشر ابشر على خشم ابشر ان شاء الله ما تزعل فيها بجيب هانا لك بسهلني كم يوم قالي هذا لونكم يا المستاجري اي راح وعلى ما قلبها قاني شوي يقول عادي لجت تيجي جميع سبحان الله الدنيا ابد هذا لونه تيجي جميع تطيح من صلحة ناص له تيجي يقول يوم دخن الموتر حلو كملت مرحبا يقول انا نصاب هالورشة يلا يرج الموتر ودخنه والشكمان والكبو يقوله واش فيه قال لا بس ما فيش شي يبي له مكينة بس بس قال بس قال بس لان مخبط هالمكينة منتهي قال لا لا زين امروك زينة هحينت يعني ياصل المعارض ولا ما ياصل قال لا ياصل المعارض بس على شوي شو يقوله نصب له علبة ونص زيت يقول ودرجة لانوصلت المعارض يقوله داخلت تحت الماكروفون قل ترى خربان وترى يبي له مكينة ما فيه ذمتي شي يقولكم صريح اي حرجوا عليه باعوا خدر اهمه وراحوا مش شمو رهب بعض الاجار ومدري ويش ومقاض البيت يقوله ضائق تمبي ما ادري وش اسوي حتى الموتر ما عد حصل له دول وظيفة كلام ذا ترى مبطي ما عد على النت ومنت يعني اول وضائق لازم تدور ملفك ذاك الاخضر على اللاقي نطبع منها خمسة عشرين وقد يشهب في مرتبة ورا من كذا ما ادطقها الشمس ودورا كعب دائر على ما قال المصاري اي والله يقول وطق خلقي يقوم جذاك يوم لا ضائق يقول لا انا اقوم لا اصلي لي ركعتي يقول وامرح ضائق الصدري اي ترى توم ما تبدأ بالسالفة على اول كنت اوضحكم وضعه يقول واحد حكى الحلم الغريب العجيب يقول حلمت اني انا وعمي فلان على وادي عندنا في الديرة في الجنوب في ديرتنا يقول وادي عرفه يقول والتفت سيد ابواج يقول ناظر ولا الوادي قاينها ثم اللاف يقول في لفتة في ارض كبيرة هنا يقول اي شوف الارض يقول اي شوف الارض وانا خابرها فاضية يقول اي شوفيها قصر كبير وزين وفخم يقول تعم القصر هذا كل من وشون جدا القصر قال والله وانا عمك لا تسألني ما ادري ما ادري هانا من يوم حنا صغار وهالقصر في مكانه لكن من هو له ولا ما ادري يقول تبرو حشوفه شوف عاد الحلم غير عجيب يقول انا ودي اروح لا يقول سرتيش انقذ كني كنغر يقول ابد اضرب جال الوادي مننا وجال الوادي مننا طبعا يطب في مزارع في مزارع املاك املاك ناس يقول ابد تضرب الرجلة يالارض يقول وانقذ للمزرعة الثانية يقول وطير ووقع للمزرعة الثانية سبحانك يا حكيم يقول انه مبسوط يقول ما تجهل القصر هاي يقول يوم جيت عند عند باب القصر يقول وانا توني ابدخل يقول لا والله اللي يحط يده منا واللي يحط يده مني يقول ولا ثلاثة رجاجين وانت بتحق وانك يا ها 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 تدخل اقذبوه وقذبوه يقول وقذبون يقول وخنقوني يقول كاثرة تغل بالشجاعة يقول ما ما قومت ما دريش جاني يقول وخنقوني وخنقون وعد عيوني يقول بغيت اموت يا رجال خلاص يا رجال باروح قالوا لا خسيس وخنقا يقول المهم تكوني ازبت خلاص باموت يقول يفتح باب القصر هك هالوليد ابو 12 سنة قال خلوه خلو يقول يوم فكوني يقول الله يجزاك خير اي والله تكفى اي والله فكني انا في وجهك تكفى قال انا بس بدخل اشوف القصر هذا ما عرفته ولد ربنهول يقول صوت شايب من داخل قال ما انهلي عند الباب يقول شايب كبير صوته يقول قلت ما قال ابو رح اشوف جدي يقول راح شوي يرجع قال جدي يقول رجع الولد مع السيف سيفا يقول هو باي سيف يقول سيفا غمده يقول مرصعا بجواهري يقول ويلمع يقول زين مرة ما بعد عيني شافت مثل هالسيف لا وفي اعلاه في مقضب انصابه في مقضب السيف تحتك كذا فيه جوهرة الماسة كبيرة يقول المهم قال اخذو يعني الرجاجين اللي خانقينه قال يقول جدي ان كان فكها السيف يستاهل لا تذبحونه وان كان ما ما فكه يذبحوه والله نشبه لا يا رجال قال يقول وهم يعطوني السيف يقول انا بحول افكه ابا فك السيف ابا فك السيف يقول قوي يقول يوم قلت بك كذا يقول لا فيه مثل لوحة منفاتيح ارقام مثل شاشة الجوال كذا يقول اي 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 انا عارف الرقم السري يقول 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 يوم والعت نور ازرق يقول 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 انفتح السيف يقول يا سيف يقول ما عندك زيCra منه يقول وانا جيني فرحة عظيمة عشان أفتكيت منهم يقول يوم صاح الشايب من جوا فك السيف قال ايه قال يستاه له عطوه السيف يستاه له يقول وانا أخذ السيف يقول الجكراج مبسوط يقول وبدو ها الألماسة هذي يقول ونورت من الدنيا باللون أزرق يقول وانا أصحى من الحلم يقول وستانس وشها الحلم سبحان الله غريب عجيب والأرض أساسا فاضة خابرها يقول الله يجعل خير الله يجعل خير يقول والله لا سألت ولا شيء يقول أخذنا سبوع عشر تأيام يقول يوم الله خرشت هالجوالات الاتصالات العلم يقول لأبوي يقول يقول عظم الله هجرك يا أولدي ترى أختي توفت أظم الله هجرك في عمتك أفلانة آمنت بالله لكن وانا أبوك انا ما قدر أروح وانت تقوم مقامي مادري وش عند الوالد ذاك اليوم ما قدر يروح للشر يتاك يا ولد أطمر على أول رحلة لبها همون أحول لديرك وقم مقامي وانت حضرت الأغبت وأخواني بعزيهم بالتلفون يقول والله فعلا يقول رحت وقديت الواجب ودعي نالها وترحم عليها أي ما تحجع لها الجنة يقول يوم قعت معهم للعزة جتها بمشي قال والشيبان يقول شيبان كلهم عماني كبار يقول تعليمهم ضعيفة أو ما تعلموا بعد من الشيبان الكبار قالوا يا ناصر جابك الله وانا عمك قلت خير قال هذه اختنا توفت الله يرحمها ما ذاقت حلال ابوها قلنا عارف عندنا مواريث يقول قلت عسى خير ان شاء الله واشتبون يا عمان قالوا حلالنا قاعد وحنا والله رجاجين انكبار وتعليمنا لك عليه وانا عارف هالامور والمراجعات ونبيك وانا عمك تقسم حلالنا هالحي يقول قلت ابشروا خلص ما لكمهم اسمعهم يقول وش عندنا وش الي ملاكنا وين حلالنا وين مزارعنا وين بلادنا يسمونها الجنوب ببلاد ايو والله يقول علموني كل شيء يقول انا عارفها يعني مبدئيا انهم حدتها بالضبط يقولوا ضبطت بتارها وكذا يقول وانا قوم وراجع فيها وراجع فيها وراجع فيها واللي ما عليها وراق انطلع وراق أقول لي ها الحجان حول الصك واللي ها يقول هم نقوم وقطعها الاراضي يعني قطع متساوية تقريبا بقدر المستطاع يقول واجمع عمان يقول انا نيابة عن ابو يقول ما اخذ موافقته بالتلفون قال ابت مره اللي تروح فيه يتم يا ناصر يقول واجمع عمان يقول لا يزعل احد الاراضي فيها غالي وفيها رخيص شيء على الشارع وشيء لا جهة الوادي ورا فكل واحد يصير لها ارضن هنا وارضن هنا وبندق قرعه وكل ان يسحبوا رقتين وحظه نصيبة قال وارضين المهم انه الرجال قطسم حلالهم كله وبالحق وبالعدل وبالقرعة وكلهم راضي بيض الله وجهك بيض الله وجهك جاو بيجازونه قال وانا عمك اطلب حقك ما فيها شيء ولا احنا بنعطيك قال والله ما يجيني قرش ما عنه محتاج لكن كفوا يا ناصر قال والله ما ااخذ قرش هبوي وعماني واشو ااخذ عليكم هذا واجب قالوا علمك غان ابيض وجه ايه والله يقول عدغت ايام جبت لي رأي شيء ولا احبس احبس اي احط يعني كثبان رملية يعني على على حدود اراضي ابوي عشان احددها يعني يقول يجيني هكا الشاعب يقول كبارسن يقول طويل ومحدب يقول واسكن عصاه مع ارضها يقول يمشي يقول ما درت له هذا هم قبل شاعب معروف عندنا يقول في سن جدي يقول له محدب ويقول سنه علامة استفهام يقول علمهم سلام عليكم قال عليكم السلام هلا يا عمر حبي ابو فلان يقول حوله حب خشمه ورأسه قال يا ناصر علمك غانم وبيض الله وجهك وفعلت في عر ججيل اللي قسمت بالحق والعدل بينه قسمت ورث جدك على ابوك وعمانك يقول زاك الله خير ويا عم وحنا من عيالك ونستفيد منك قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله قال انا جايك وطالبك تسمع مني يقول ايه نشابنا هالحي يبين يقسم واريث بعد جده ولا جد جد هنا وبلشتنا محكمة قلت سم ابشر بس عدامر يا عم قال شيف وان ابوك شعينت الارض الفلانية اللي فعلوه الوادي قال وينها قال ذيك ذيك يقول محل القصر اللي حلمت به كتيه وش فيها قال وان ابوك انت صغير وتوك شباب ما تدري وانا عندي خبر ترى جدك له فيها وانا ذمتي برت انا شمسي فطرا في العسبان واخاف انت زل بقدم وفي ذمتي انا مني بشاهد ما اشهد لكن اعرف ان جدك له فيها وفلان ابن فلان ابوه له فيها شايب ثاني وفلان قال الله الله امام المسجد الفلاني شايب شايب النشيط ابوه له فيها الارض هذه هو جدك والفلانة الفلانة هذول رجالين الله يبري الذمه يقول حلفة وحلف ذاك الزمان حلفة وحلف بالله العظيم انها تخصهم ولا تخص غيرهم طبعا الاراضي ما عليها وراق ولا عليها سكوك وتعرفون يعني كثير مواريث كذا الاشياء القديمة كانت بطريقة هذة وحلفوا وتركوها شاموا الرجال جيل عنها قال الله حلفت وتحمل ذمانكم في وقتها لكن ترى فلان ابن فلان ابن مسجد عندك خبر اللي هالحين هو وريث مثلك يا ناصر قال لي عماني يدرون قال عندهم خبر لكن ساكتي قال خير خير يقول له عماني مجتمعين عند واحد منهم يقولون سيئر عليهم سلام عليكم السلام قلت يا عمان يا وجه الخير الأرض فلانية لنا فيها شيء ولا ما لنا فيها شيء يقولون تلافتهم قال والله يا ناصر شيء راح وأنا عمك وحلفوا الرجال جيل وتحملت اذممهم قال عليه من حلفهم أنا نشدكم أنتم هلنا شيء ولا ما لنا شيء وش تعرفون قال والله هنا عمك نعرف أن لنا فيها يقولون يقولون حنا طلنا على الدنيا وفونا شعب وتوفى وضايق صدره ويتحيسب حسبي الله حسبي الله كل ما جاء الطاري فيها لكن ما فيها هوراك تثبت ولا فيها ويحلفوا وخلاص يالي إثرات سذا قال قال يلعمكم يلعمكم يا عماني يرزون قالوا كيف كان لنا شيء بلا يرزون لأنه ورث ورث جدنا قال تم قال المهم أنا بدور الحك قالوا يا ناصر حنا جواد والعرب ذولا في في ديرتنا وجمعتنا ولا تقاشر أنت والعرب قال ما أنا متقاشر بس بدور حكي لأنها رجولة أنك تدور حقك حليما تدور حقها الخم قالوا يا ناصر فكنا من المشاكل قال ما هنا مشاكل قالوا وجل دور حقنا اللي تقول وانطلع شيء في هولك ونعمك والله ما ناخذ منه شبر هولك بس يا ناصر ما تدخلهم محاكم ولا تروح لشرط ولا تروح لحكومة لا تفشلنا في جماعتنا ترى حنا وياهم كل جمعة تنصلي جميل قال فاعب اللي ينقدكم ينقدني خلاص انتهى يقول والله واميل على عيال عمهم يقول وجيهم ونفس الكلام يقول قلت عماني عطوني ولا أدري وش يطلع أنتم تبقون حقكم عطوني وكالة قالوا لا بالله شايل راح وناسينه ولا ندري يطلع ولا ما يطلع وأنت حيتوق بتبدأ لا بالله هنطلع شيء الله يحللك ويبيحك مرة بنكتب لك هلحي اخذه نصيبنا لك يقول جزاكم الله خير رحمة الله وعجيكم يقول وانا صلاة العشان من بكرة يقول وانا في المسجد المسجد من اللي يصلي فيه امام المسجد الشايب اللي يشهد على ان له هو ول العمان ناصر وهله ورث وأثنين رجالين شيبان اعيال الشيبان اللي حلفوا ان الارتخصنا وما تخص صغيرنا اي ان الاثنين هذولا الجماعة ورثوها تجدوا القرى الصغيرة هذي اللي جماعتها خفيفة يقول عارفهم كلهم يقول يوم صلينا وتسننا والشيبان وسبحوا هلا يقول جوب يقوم واحد تسترحي ابو فلان ولا عليكم يقول سلام عليكم مساكم الله بالخير جميع قالوا هلا ومرحب الله يحييك انت فلان ابو فلان قال الله الله انا والد فلان قالوا نعم يا مرحب يام اقلط قهو قال لا 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 ما بقهاه حنا في بيت الله ومصلين الوجه الكريم انا اسألكم بالله العلي العظيم يا حاضرين ترى يا بوقف انا وياكم عند الله يوم القيامة خصوم اما صدقتوا احد منكم يا حاضرين يعرف ان الارض الفلانية يخصنح ان يا الفلان فيها شي ولا لا يقول يوم والامام قالها انا لله وانا اليه رجل لا حول ولا قوت الله بالله سبحان الله هالعظم يقول الاثنين عيال العام هم عيال العام كل رجال نحلف جاء شبان الورثة ذولة اللي حلفوا وابوانهم يقول تلافتون قالوا والله يا ابن الحلال حنا نعرف انها لنا وابواننا حلفوا قال لي يحلفوا لكن الله يبري الذمه انا هالحين جاينا اسأل وفالاخر كل انبي يلقى عمله احين اسألكم بالله الثاني احد يعرف ان لي انا في اي شي او اجداد او ابوي او عمان قال لي ما من المسجد قلوا لا اله الا الله قالوا لا اله الا الله قالوا مدام انها شهادة حق لا والله اني باشهد وببري ذمتي اشهد بالله العظيم ان لكم يال فلا ينفيها ورث الجدكم ولبوي انا فيها ورث يقول يام دريك تصفقة وجيهم قالوا يا فلان حنا نصلي معك كل يوم ما قد قلت قال ابوي محرجني اني ما اتكلم والله انه مات بحسرته وانه اخر حياته يقول الحس بي الله ونعم الوكيل كيف يحلفون على شيء وهم يعرفون حلال فيه لكن ما حلف ابوي ولا دخل معهم قالوا والله حنا ما ندري حنا طلعنا على الدنيا وهذا نشيبان لكن انت اكبر مننا واعقل مننا وديم مننا ونقبل شهادك يا ابو فلان انتي ما من المسجد ومن خيرة اهل الديرة قال بالله اشهد بالله العظيم لكن لا تقولون كم لابوي وكم الجد هالرجال وكم لكم والله ما اعلم بس ترى اكثر لكم انتم يا الفلعين انتم يا العم انتم قالوا المهم حنا ما نبي النار وعسى الله يبريذ ممأ ابواننا وهالحين فاصلوا حنا نلبس النار حارة ما نبيها عوذ بالله حي قاعد تم استفاد منها بعد ننقل يوم القيامة قال وجل تدرون الوعد صلاتي العصر بس نصلي عصر من المسجد ونروح له يقول وانا جيهم معي المتر ومعي الاصياخ حديد والمطرقة الشاكو وشيقول مجهز كلش يقولوا نروح قالوا يا ناصر انت جايين بعلم وانت وانا ابوكم تعلم هالحين مداما لاكثر لنا فيحكم بينا بالحق يا عمان وان كان ما جازلكم حكمي فقلوا ترى مردودين عليك قال ابدا ان شاء الله انك خيروا وما رح تفيتهم قال الثلثين لكم انتم يا العم وثلث واحد بيننا وبين امام المسجد هالرجال الطيب رضيته يقول يومه استهلت وجيهم قال يبالله راضي بيض الله وجهك الثلثين زينة الحمد الله قال وانت يا ابو فلان راضي قال اشهد بالله هني راضي وجزاك الله عني خير يولدي قال جلي الله متر يقول ومتر 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 يقول ونبترها ونحط لصياخ الحديد هذي ونعدلها ونضبطها يقول قت بقي شي مهم يالربع قال وش قال اللي قدامنا وادي لازم يجينا الشارع من هنا حمالها شارع لازم كلنا انتبرع بزي ما تقول ثلاثين متر تصير شارع تاخد منها كلنا قالوا وهدأ صاروا رجاجي قالوا هذا الصح والله وتبرع كل منهم بحقه بشوي كفار ضعين شوي ويوصر شارع وتخدمهم قال اجمام المسجد قال سم قال خلق جنب الرابع ذوله وانا اباخذ الارض اللي مهي بزينه اقرب مالها الجبل فيه جبل مرتفع مهو بعادر في عمر قالوا لهك انه تلعت قاسية قوية من جبال الجنوب انا قابل بها والله ثم والله هني بارك بهذه نيتة طيبة قال رح الله يحسن لك يصلح لك النية هو الذرية بيض الله وجهك سامح قلتها بيزودك قال والله ما اخذ الريان والله هني بارك يقول قاسى وقدرة العزيز حكي ما من انفذوا الشارع الا يجي تاجر ورا ورا الرفاعة هذه الجبل صغير تلعه رفاعة ويدقها بالدقاقات ولا جنبها وراها ولا مسوي له مخطط وتصير ارضه ارضك يا ناصر اقرب مالها المخطط وارض كبيره وزينه واجهتها وتجيب له مبلغ مبلغا كبير ما كان يحلم بربعة وسبحان المغني اغناها الله من فضله سبحان الله العظيم صار حلمه علم لو تشوف قرائن الرؤية اللي شافها كلها وقعت قدام عينه سبحان الله العظيم اللي هو اللي قصر مكان الارض وإلى آخره أمور كثير لكن يستفاد من القصة أن علاج بعض الأمور ولو أنها شبه معدومة إلا أنها علاجها بالعقل وبدون محاكم وبدون مشاكل وغثى وشين تنفس أزين الرجاء طلعب نتيجة وبيض وجه وحص الخير والله يرزقنا ويرزقكم وياه مواسع فضله تمسوا على خير ترجمة نانسي قنقر